إذن ما تزال محاولات التوغل الإسرائيلي من عدة محاور على قطاع غزة على المستوى البري مستمرة منذ يوم الجمعة التركيز في الأيام الأخيرة يتمثل في محورين أساسيين هما شمال القطاع وشمال غربي القطاع أيضا تحديدا منطقتي بيت حنون وبيت لاهية وما حولها وهذا طبعا مصحوب بقصف إسرائيلي على عدة مناطق أخرى لا يهدأ منذ بداية الحرب في السابع من هذا الشهر الجاري للوقوف أكثر على التفاصيل المتعلقة بالبعد العسكري والحركة البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي معنا اللواء المتقاعد هلال الخوالد وعلى الخريطة التفاعلية لقطاع غزة إذن سيادة اللواء كما توقعنا في نشرات سابقة هناك تركيز على المحورين الشمالي والشمالية الغربي محاولات مستمرة ومستميتة للدخول سواء بالمدرعات أو بالدبابات من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي مصحوب أيضا بتغطية من الطيران تدخل وتخرج وقسف عشوائي ومستمر على عدة مناطق وأحياء ليس فقط في الشمال إنما في الوسط والجنوب أيضا الآن ننتقل إلى الخريطة التفاعلية نتحدث في البداية عن المحور الشمالي والشمالي الغربي كان أمس التركيز على بيت حنون ثم انتقل إلى بيت لاهية بعد ذلك قصفوا جباليا ما الذي يحدث في الشمالي؟ صحيح يعني يبدو أخي أن الجيش الإسرائيلي أصبحت هذه هي المناورة الرئيسية التي يقول عنها لكنها ليست كالمناورة الرئيسية مقابل جيش نظامي هذه المناورة ستكون على مراحل وتتكون بشكل بطيء جدا وتعتمد كل مرحلة على نجاح المرحلة السابقة لكن كما توقعنا في المرة السابقة واللي قبلها أن هذه المحورين أصبحوا هم الرئيسيات أصبح هذه المحورين هم الرئيسيات لأنه قلت لك في المرة الماضية أنه هو الأقرب إلى المواقع الخلفية الإسرائيلية ويركز أيضا على المحور من بيت لاهية لأنه جانب اليمين محمي وأيضا من بيت حنون لأن هذه المنطقة كلها مدمرة ومنطقة محروقة ومنطقة يسهل الحركة فيها بالنسبة لهم ويعتقدوا أنه لم يبقى فيها أي شيء من المقاومة لكن بالمقابل هناك اشتباكات وحصلت اشتباكات وحصلت إصابات ليلة البارحة وقتل خاصة في محور بيت حنون ومن الخلف نعم في هذه المنطقة كانت الدبابات الإسرائيلية تحاول الدخول وهناك كان أيضا محاولات إنزال للجنود في هذه المناطق ولكن كان أيضا في المقابل ثم تصدي كبير تحدثت عنه المقاومة المتحدث باسم كتائب القسام تحدث عن تصدي كبير حدث في هذه المنطقة وأيضا السيناريو ذاته حدث على المحور الشمالي الغربي وفقا للمتحدث باسم كتائب القسام وأيضا بعد ساعات من تصريحات القسام تحدث الجيش الإسرائيلي عن أثمان باهظة دفعوها في هذه المناطق عندما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي في حرب كهذه إنه دفع أثمانا باهظة ماذا يمكن أن يعني ذلك؟ السبب قد يكون لأن هناك فقط كبير على السياسة الإسرائيلية لماذا هذه الحرب البري قبل إنهاء ملف الأسرة إضافة أن هذا المحور أيضا قد عدت له بشكل صحيح قوات المقاومة ووضعت قوات كبيرة في هذا المكان وهي محصنة لكن الجيش الإسرائيلي المرة الماضية قلت لك أنه غير مطمئن لكل المباني المهدمة لأن قوات المقاومة أصلا متحصنة وجهزت مسرح العمليات بالشكل الصحيح لماذا من الشمال إلى الجنوب أصبح هو الشكل النهائي للمناورة الإسرائيلية بالإضافة إلى بعض المحاور من الشرق بالإضافة إلى بعض المحاور من الشرق وخاصة من هذه الجهة هذه المحاور قد تكون مساعدة وقد تكون تضليلية لماذا؟ لأنه يعطيهم إسناد مدفعي أبعد ما يمكن باتجاه الجنوب يعني بتظل إسناد المدفعي وإسناد الطيران يعطيهم مجال يعطي إسناد وريميات أمام القوات المتقدمة أبعد ما يمكن باتجاه الجنوب الهدف الثاني أيضا الجهة اليمنى محمية بالإضافة وجود الشوارع الطولية التي قد تستخدم عناصر سيطرة نتحدث عن شارع صلاح الدين هذا هو شارع صلاح الدين ونتحدث أيضا عن شارع الرشيد الموازي له صحيح وأيضا الشوارع الطولية الموجودة في مدينة غزة وجباليا والقرى الموجودة حولها في هذا المكان لأنه في القتال في المناطق المبنية يعتمد المهاجم دوما على طبيعة الأرض للسيطرة والسيطرة وخلال الدخول في المدن والقتال في المدن هو أنصر هام جدا لألا تشتبك القوات مع بعضها قبل أن أنتقل إلى جباليا وإلى تفاصيل أكثر عما تحدثت عنه في المحور الشمالي والشمالي الغربي أحاول أن أعيد صياغة السؤال إذا كان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أثمان باهظة دفعها في معارك في الشمال الغربي وأيضا فصائل الفلسطينيات تتحدث عن معارك ضارية هل يمكن تصور الخسائر التي دفعتها إسرائيل أمس في هذه المعارك؟ إسرائيل هي أعلنت من جهتها عن 9 اليوم صار 12 تقريبا لكن باركا فيه لكن صحيح لكن هذه ليست الأثمان الباهظة ومن قوة المقاومة والموقع هذا المجهز جيدا ومن الأسلحة التي كنا شفناها والاستخدام أسلحة الميب دار خاصة وإسرائيل أصلا منذ أن بدأت هذه الحرب وهي تقوم في عملية تضليل حتى على الشعب الإسرائيلي بقولت لك هناك ضغط كبير على السياسي من الشعب الإسرائيلي في الداخل نحن دائما قبل كل عملية كبيرة صحيح يتم قطع الاتصال والإنترنت عن قطاع صحيح وليلة البارحة أيضا نبه لعدم الاستماع لقوات المقاوم وإعلام القوات المقاومة الإسلامية لأن هناك بعض الإعلانات التي كان يبثوها وكان أحد الإعلانات يتحدى الجيش الإسرائيلي أن يعلن عن خسائره إذا سمحت للجيش الإسرائيلي أمام عناصر الضغطة مهمة جدا العنصر الأول وقت هم يقولوا الوقت مش مهم جدا لكن الوقت عامل حاسم على الجيش الإسرائيلي لأن القوات الإسرائيلية تعرضت إلى إرهاق وإلى تعب والقتال في المناطق المبنية أيضا هناك ضغط نفسي شديد وموجود في منطقة مش شايف الهدف ليست قوات نظامية إذن هو يحاول مكافحة هذه الأبنية بالقصف المستمر بالأمس كان القصف شديد وعشوائي على جباليا ومحيط جباليا واليوم أيضا على مخيم جباليا كان هناك قصف عشوائي وغير مفهوم غير مبرر لمنطقة ما تزال بعيدة بالنسبة إلى المحاولات للدخول من الشمال يعني لماذا لم يقصف لسمح الله بيت لاهية مع أنه قصفها في بداية الحرب إذا كانت المسألة مسألة فسح طريق لماذا يتقدم باتجاه جباليا إذا كانت أيضا المباني المدمرة تعيق حركة الدبابات الإسرائيلية لا هو التدمير بشكل عام والسياسة الإسرائيلية أو الاستراتيجية الإسرائيلية في القتال المناطق المبنية هذه المرة مبنية على التاريخ ومن التاريخ الجيش الألماني لما دخل إلى روسيا كان يدمر بهذه الطريقة تدمير جباليا أو الرماية على جباليا ليلة البارح لعدة أسباب السبب الأول أن المحور اللي جاي من بيت حانون بهذه الجهة قد يستخدم مخيم جباليا أول اصطدام إلو في شمال غزة بمخيم جباليا وهو يعتقد أن هذا المخيم محصن وفيه مقاتلين وفيه مواقع كثيرة لأنه مكتظ قريب على بعض المباني ولا يمكن الحركة منه وهم يعتقدون أنه عملية القصف والتدمير في هذا الموقع وسيعودوا إلى التدبير لفتح كل هذه المنطقة أيضا السبب الثاني لعملية التدمير في مخيم جباليا أو في الشمال هو الضغط النفسي على المقاتلين هم يعتقدوا أن معظم المقاتلين اللي قاتلوا في الشمال هو أصلا يسكن في هذه المنطقة وقريبي من هذه المنطقة لأنه ينطلقوا من بيوتهم ومن مواقعهم إلى المواقع الأمامية أو من الأنفاق اللي موجودين فيها فقصف هذا المخيم هو للضغط النفسي ليس فقط على السكان لتهجيرهم إلى الجنوب الضغط على المقاتلين نفسيا للتأثير عليهم وعلى معنوياتهم بالمقاتلين في الأمام قوات المقاومة اللي كبدوهم خسائر مبارح بالإضافة إلى تطهير الممرات وتطهير الطرق لاستخدامها للوصول إلى مشارف مدينة غزة الهدف الأساسي أو الاستراتيجي في هذه المرحلة هو الوصول إلى شارع صلاح الدين كما ذكرت في مرة سالة الهدف الاستراتيجي هو مدينة غزة نعم إذا قطع من هذا المحور من شارع الكرامة إذن وفقا لما أفهمه من حضرتك سيادة اللواء إذا تمكن الجيش الإسرائيلي لصمح الله من قطع شارع الكرامة والوصول إلى شارع صلاح الدين يصبح قريبا على مدينة غزة بشكل أو بآخر فهو أمامه هذه المسافة فقط مدينة غزة تقع هنا تقريبا سوف أعيد الخارطة الآن إلى وضعها الطبيعي نحن نركز على الشمال هنا مدينة غزة تقع إلى الجنوب قليلا ولكن لأن الخارطة مكبرة هذا فقط القطاع الشمالي من قطاع غزة إذا سمحت لقطع الطريق صلاح الدين في هذا المكان هو لا يفيد شيئا بالنسبة للقوات المقاومة لأنه تقريبا إذا وصلت قوات العدو لهذا المكان تعتبر كل هذه المنطقة الشمالية مطهرة ولا يوجد فيها أحد وإذا كان هناك أي حركة لقوات المقاومة ستكون من الأنفاق خلف قوات العدو وليس في وضح النهار أو لا استخدام الطرق لكن هذا الطريق هم الهدف اللي بدهم يوصل أولوه الوصول إلى جباليا لأنه المناطق المبنية إذا لاحظت هذه المناطق المبنية تقريبا هذه المناطق المبنية شرق مدينة جباليا شرق شمال مدينة جباليا هذه المنطقة ما فيها بماري كثيرا شبه فارغة فهو ممكن يتحرك بسهولة إلى أن يصل هنا قام بعمله التذبير في هذه المنطقة حتى يفتح ميادين ويؤثر على السكان ويؤثر على المغاترين قطع على الأقل هذا المثلث الشمالي بيت حنون جباليا وبيت لاهيا نعيد الخريطة إلى وضعها الطبيعي التوغل في المرة الأولى كان من هذه المنطقة محاولة التوغل كانت من هذه المنطقة قرب شارع صلاح الدين وتمكن الاحتلال من الوصول إلى هذه النقطة مفترق الشهداء ولم يستطع المواصلة إذن هو يفتح حسب ما أفهم من سيادتك هو يحاول أن يدخل من هذه المنطقة أو من هذه المنطقة للوصول إلى مدينة غزة لماذا تعتبر مدينة غزة بالنسبة إلى قطاع مكوم من خمسة محافظات لماذا تعتبر مدينة غزة مركز الأعصاب لحماس هكذا تقول الصحافة الإسرائيلية شبهها بمركز الأعصاب لحماس وبالنسبة للمخطط العسكرية أيضا مدينة غزة هي الهدف الاستراتيجي إذا سقطت مدينة غزة تعتبر تقريبا يعني هما شبه أثروا على قوات المقاومة وتأثرت معنوياتهم ممكن أن يؤثر على باقي القطاعات هما يعتقدوا كمخطط عسكرية أن معظم قوات المقاومة موجودة في غزة المراكز الثقل لقوات المقاومة هي منصات إطلاق الصواريخ معظمها موجودة حول مدينة غزة أتوقع أنها معظمها موجودة لأن هذا هدف استراتيجي يعتبر ولكنها منتشرة في كل مواقع أيضا مراكز القيادة والسيطرة الرئيسية هذا مركز ثقل تبحث عن القوات المتقدمة هل تفكر الفصائل الفلسطينية بهذه العقلية الكلاسيكية لتجعل من عاصمة القطاع مركزا لكل أدواتها الاستراتيجية والمرحلية والتكتيكية هذا ما أقول نفهم هذا بالنسبة إلى الجيوش التقليدية بالنسبة إلى الدول لأن هناك بروتوكولات متعلقة بالعاصمة وبما يجب أن يكون فيها ولكن هل ينطبق هذا الأمر على فصائل مسلحة تقاتل بهذه الطريقة؟ هذا التفكير قد يكون لكل الناس جيش نظامي أو غير نظامي لأنها أول شيء عاصمة متوفر فيها كل وسائل التقنيات الحديثة والاتصالات وهي جاية متوسطة وتستطيع أن توصل الأنفاق إلى الشمال وإلى الجنوب فهي عصب حتى مركز الثقة للقيادات قد يكون معظم القيادات أيضا موجود في هذه المدينة وفي تفكير الجيوش عندما تقاتل في المناطق المبنية أصلا هو القتال مناطق المبنية غير محبت لكن قلت لك في مرة السابقة أنه إذا يحقق الهدف التجاوز هذه المدينة سيتم تجاوزها لكن بالنسبة للقوات الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يتجاوزوها لأنه لن يحقق الهدف لأن الهدف الأخير الذي وضعته السياسة الإسرائيلية هو إنهاء حماس فوجود حماس حتى لو مهما كانت الخسائر يعتبر فوز ونصر وإنهاء حماس حتى لو فني الجيش الإسرائيلي كله يعتبر نصر فهذا عنصر ضغط على الجيش الإسرائيلي وعلى المحبوبة طيب أعود إلى السيناريو أيضا رسمناه بوجود حضرتك الأسبوع الماضي وهو شارع صلاح الدين الذي يتوسط مدينة غزة ويقطعها من المنتصف هذا الشارع كما نلاحظ هنا شارع صلاح الدين قلنا أن الاحتلال يحاول قطعه من هذه المنطقة باتجاه البحر نعم إذا تحقق معه هذا السيناريو الذي يبدو أنه بات صعبا وغير محمود العواقب والنتائج بدليل أنه منذ الجمعة يحاول أن يقطعه ولا يستطيع والسبب أن هذه المنطقة مأهولة وهناك استعداد كما فهمنا منك من طرف المقاومة لاستقبال الاحتلال الإسرائيلي أو جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة ويبدو أن الاحتلال أدرك هذه النقطة فتوقف عن هذه الخطة ولكن إذا كان مازال يقول أن جنوده موجودين في هذه المنطقة وأنه يتردد بين الحين والآخر على هذه المنطقة وما تزال الأخبار أيضا تتوارد عن محاولات ولكن متباطئة للدخول من هذه المنطقة فماذا يعني بالنسبة إلى المقاومة أن يقطع الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إلى نصفين إذا كان هناك أنفاق صحيح هو بالنسبة للجيش الإسرائيلي يعني الكثير لكن صعب السيطرة عليه لماذا؟ لأن الجيش الإسرائيلي مضطر أن يدافع باتجاه الشمال ويدافع باتجاه الجنوب لأن هنا قوات مقاومة يصبح محصورة وهنا قوات مقاومة فهو يحتاج إلى قوة كبيرة لمسك هذه المنطقة وأنا أرجح أنه سيعود ويحاول مرة ومرتين وثلاث حتى لو دفع قوات كبيرة لأنها تساعد في السيطرة على مدينة غزة أو قطع الجنوب عن الشمال وقطع الجنوب عن الشمال يعني عدم وصول أي قوات مقاومة فوق الأرض من الجنوب إلى الشمال وحتى عودت بعض القيادات أو عودت بعض قوات المقاومة إلى الجنوب يتم السيطرة عليهم في هذا المنطقة ويسقط هذا الهدف في حال كان هناك أنفاق الأنفاق صحيح لكن ممكن أن تكون تأثرت بعض الأنفاق لكن الأنفاق الرئيسية البعيدة والعميقة قد تساعد على خروج بعض قوات المقاومة ومهاجمة القوات الموجودة على هذا الخط من الجنوب طيب إذا كان هذا السيناريو أغفل قليلا في الأيام الأخيرة أو في اليومين الأخيرين وكان التركيز كما نلاحظ بدأ يشهد في الشمال هل يعني ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي أدرك أنه سيضع نفسه بين المطرقة والسندان إذا تحصل على هذه المنطقة في مطرقة؟ لا أنا أرجح أنه المناور الرئيسية التي ظهرت سيبقى خيارات المحورين من الشمال اللي هو بيت حنون وبيت لاهيا يضغط باتجاه الجنوب ولكن بشكل متدرج وبطيء ليست كالحروب العادية حرب عادية ممكن أن تزج في قوات كبيرة فرق في داخل هذه المدن وتتحرك منها بوقت قصير لكن قلت لك الوقت الضغط على الجيش الإسرائيلي ممكن يتعرض جنوده إلى أرهاق وتعب ويحتاج إلى تبديل ويحتاج إلى تقديم قوات الإسناد للأمام ويحتاج إلى كل ضغط وإسناد مدفعي لكن لابد من الدخول أيضا من هذه المنطقة باتجاه الجبال كمحور ثانوي تجاه جباليا نعم إذا من هذه المنطقة يتجه من وسط غزة باتجاه جباليا لا لا مش من هذه المنطقة محور آخر غير هذا المحور هذا المحور ضروري جدا والجيش الإسرائيلي سيحاول وسيدفع بقواته اليوم أو بكرة أو بعد وسيحاول عدة مرات وهو يقول أنه وصل تقريبا إلى غرب الطريق حتى يعني ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو نص وهو اشتبكت مع قوات المقاومة ورجع بيضا الشيء لكنه تثبتوا في هذه المنطقة يبدو صعبا لأنه سيضطر للدفاع إلى الجنوب وإلى الشمال من الجهتين خيارات المقاومة؟ ما خيارات المقاومة في هذا السيناريو؟ عفوا لماذا هذا المحور ضروري جدا الجيش الإسرائيل وهو يخطط بعقلية مختلفة لأنه يساعد على تحقيق الهدف ووصول قوات من الشمال والتخفيث من الضغط من المقاومة على المحاور التي في الشمال ويجعل جزء منها مشتبك معه من الجنوب أيضا من الجنوب إذن خيارات المقاومة هي ابقاء الاحتلال قبل مفترق الشهداء باتجاه الشرق خيارات المقاومة؟ بالنسبة إلى هذا المحور بالنسبة إلى المحور الشمالي؟ المحور الشمالي لغاية الآن المقاومة تبلي بلاء حسنا وتأخرت قوات العدو يعني الإصابات ليست بالقليلة حتى لأفصح أن القوات الإسرائيلية سيتم الإفصاح عن خسائر أكثر لأن قوات المقاومة موجودة في كل مكان يعني هذا الميدان ميدان الحرب من غزة وباتجاه الشمال ولغاية بيت حانون وبيت لاهية حتى لو تم تدمير كل شيء فوق الأرض هم جاهزين لمقابلة هذا السيناريو لأن هذا السيناريو تخطيط أمكان صحيح قوات الإسرائيلية معظمها سيتم زجها من الشمال لكن من هنا ستكون قوات قليلة والتي تكفي فقط للسيطرة على الجزء الشرقي وقطع جنوب غزة عن شمال غزة موسيقى